بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط العلاقات المترية ونظرية طالس إذن لننطلق على بركة الله قال A و B و C مثلث قائم أولا مثلث قائم سوف نقوم بجلب المسترى ونقوم بهذا الإنجاز لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبناء ها هو المسترى مثلث قائم معناه في 90 درجة لاحظوا قال A و B كم فيه A و B فيه 4 سنتيمتر إذن إذا جئنا إلى هنا وقلبنا مثلا المسترى هكذا ركزوا نقطة نقطة أبناء حتى تتعلموا كيف يمكن أن نرسم هذه الأشكال لاحظوا هكذا ونعين الوحدة كم قلنا هي 4 إذا لاحظوا من هنا نقوم بجلب المسترى هكذا 4 ثم عندنا هكذا إذا قلنا هو قائم في ماذا قائم في B لاحظوا نقطة نقطة أبناء والطول الآخر كم هو والسي بي يستعمل ثمانية عفوا ثمانية تكون هكذا هاي الثمانية هنا ثمانية وقلنا أنه قائم في من في النقطة B إذن سوف نقوم بتسمية إذن قلنا هنا بي وهنا آ وهنا سي ثم يمكن أن نربط ما بين هذه هكذا ها قد الآن يا أبنائي قمنا برسم ماذا برسم هذا المثلث لاحظوا نقطة نقطة وهنا قلنا كم الطول الطول AB هو 4 سنتيمترا ومن هنا 8 سنتيمترا وقلنا أنه قائم قال ثم ماذا قال لتكون آم نقطة من القطعة بي سي القطعة القطعة بي سي يا أبنائي هي هذه هاي القطعة بي سي حيث هنا أعطي لنا شرط أن بي أم يسوينا بي سي على أربعة يعني يسوينا ربعة لكن هنا الترتيب الأحرف عليكم أن تفهموها لاحظوا بي أم يسوينا كم بي سي على أربعة ها هي البي سي يقول أحدكم لكن هنا سي بي يا أستاذ يا أبنائي هو طول ليس شوعة تقول الطول سي بي أو بي سي لا يهم لأنه قيمة مطلقة مجابة لاحظوا فتصبح لنا هنا بي لاحظوا هكذا بي أم تسوينا كم البي سي هو ثمانية على ماذا على أربعة معناه يسوينا كم إثنان يعني الطول ما بين النقطة بي والنقطة أم يسوينا إثنان إثنان معناه أبناء لونات بي المستر ونضحه هنا الصفر نضعه في البي ليس في السي لأننا نحن نعلم بي أم يسوينا إثنان إذن سوف تكون القيمة في هذا الموضع هنا كما أشير لاحظوا جيدا نقطة أبناء حتى تتعلم لأن هذا الطول قلت من هنا إلى هنا يسوينا إثنان إذن فتصبح النقطة في هذا الموضع اسمها أم لكن قال والمستقيم ضالط العمود على البي سي عمود على بي سي في النقطة أم إذن يعني يوجد لنا سوف يكون لنا يا أبناء مستقيم يشمل هذه النقطة أم هكذا كما أشير يا أبناء هذا اسمه ضالط يشمل أم أولا ويعامد بي سي ها هو يعامده انظروا ويتقاطع مع المستقيم في نقطة اسمها في هذا الموضع يا أبناء اسمها وهذا المستقيم اسمه ضالط يمكن أن نغير لون آخر حتى لا تخطيط الأمور إذن قلت نسميه ضالط الآن بدأت الأسئلة واحدة تلو الأخر لاحظوا هنا حتى لا تخطيط الأمور إذن قلنا هنا في هذا المكان من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا كم قلنا الطول قلنا هو تذكروا سوف أجعله بلون آخر حتى يتميز كل شيء لاحظوا أبناء هذا الطول لاحظوا نقطة نقطة أبناء حتى تعلموا إذن هذا قلنا هو 2 سنتيمتر أكيد الآخر يبقى لنا هو 6 سنتيمتر لا جدل في ذلك الآن نأتي إلى الأسئلة قال أحسب بالطول أم أش تابعوا نقطة نقطة أبنائي كيف يمكن حساب هذه الأشياء أولا بعدما أكملنا مع هذا الشكل سوف نتركه هنا أمامكم وهذا نقوم بعملية المسحة حتى يتسنى الكتاب على الشكل يا أبنائي فالخطر لاحظوا إذن نقول هناك عنوان حساب الطول ما هو الطول يا أبنائي أم أش أم أش ما هو هنا أمامكم لو تدققوا معي أليس الآم أش هو هذا الطول يا أبنائي من هنا إلى هنا نعم يريد أن نحسب هذا الطول أولا تابعوا جيدا نقول بما أن ماذا بما أن هذا المستقيم انظروا جيدا هذا المستقيم مع هذا المستقيم كيف هم متعامدان لأن المتلقاء إذن بما أن بي عفوا بما أن بي سي يعامد ماذا أبنائي يعامد بي أ هذا الأول و ماذا وعندنا كذلك هذا يعامد هذا إذن ماذا عندنا عندنا كذلك أ إذن عندنا كذلك بي سي يعامد ماذا يعامد أ م أ هذا أمر كلكم تعلمون بما أن هذا يعامد هذا ويعامد الآخر فماذا يمكن أن نقول على بي أ مع أ أنظروا جيدا ها هو أمامكم في الشكل هذا وهذا كيف هما يا أبنائي إنهما متوازيان فإن بي أ بي يوازي ماذا يوازي نام أ هذه قاعدة إذا كان عمودي مع الأول وعمودي مع الثاني فيكون هما متوازيا إذن هنا بما أنه متوازيا يأتي في ذهننا مباشرة نظرية طالس فماذا تقول نظرية طالس فتصبح لنا سي آم على ماذا على سي بي ركزوا إذن نقول حسب نظرية طالس نجد أن ماذا أن السي آم على ماذا على السي بي تساوي يا أبناء ماذا تساوي لنا إذن السغير على الكبير يساوي السغير على الكبير هذه القاعدة طالس فإن ماذا فإن آم آش يساوي لنا آم آش على بي آ فقط الآن يا أبنائي هل نملك هذه الأطوال نعم يبقى لنا الطول الوحيد لهو آم آش أو آش آم عندنا عندنا سي آم قلنا من هنا إلى هنا كم قلنا إنها ثمانية ومن هنا إلى هنا كم إثنان إذن إثنان كم نضيف لها حتى تصبح ثمانية يأكيد نضيف لها هذا الطول لهو كم ستة إذن تصبح لنا ستة سي آم هي ستة على سي بي سي بي ها هي أمامكم يا أبناء كم ثمانية تساوي آم آش على بي آ ها هي قيمة البيئة يا أبناء انظروا هي كم هي أربعة فتصبح هنا أي بجداء الطرفين في جداء الوسطين معنا هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا فينتج أي ماذا أي أن ثمانية آم آش يساوي لنا أربعة في ستة اللي هي أربعة وعشرون فإن آم آش بما أن هذا في فينتقل إلى المقام هنا يا أبناء فماذا ينتج ينتج لنا أربعة وعشرون على ثمانية وتساوي لنا إذن آم آش تصبح يا أبناء تساوي لنا ثلاثة سنتيمتر إذن من هنا إلى هنا يا أبناء هي الثلاثة سنتيمتر بهذه البساطة فقط الآن بعدما أكملنا ونكتب هنا إذن هذا الطول هو الثلاثة سنتيمتر ناتي أبنائي إلى السؤال الذي جاء بعده تابعوا نقطة نقطة عندنا كذلك قال أحسب أحسب ظل الزاوية آم آم بي إذن نقول لاحظوا جيدا نقطة نقطة حساب طنجونت الزاوية اللي هي آم بي ذات الرأس آم تعالوا هنا نعينها لكم أمامكم في الشكل حتى يسهل كل شيء إذن الزاوية هي هذه التي أريكم هي هذه الزاوية هذه الزاوية هذه هي أبناء يريد أن نحسب لها الظل هذه نحن ماذا نقول على الظل الطنجونت مشهورة أن الطنجونت الزاوية ذات الرأس آم إذن هكذا أبنائي رأسها هو الآم ها هو أمامكم تساوي المقابل على ماذا على المجاور وتساوي المقابل ما هو المقابل يا أبنائي هو الذي يقابلها ها هو أمامكم ما هو الذي يقابلها هو آ آ ب آ أو آ ب إذن ب آ مجرد أطوال على المجاور ها هو المجاور لهو ما هو يا أبنائي ب أم تصبح تصبح طنجونت الزاوية آم ب ذات الرأس آم يساوي ب آ ها هي أمامكم أفوال ب آ كما قلت إذن ب آ ها هي أمامكم لي أربعة على ماذا على ب آم ها هي يا أبنائي اللي هي كم اللي هي إثنان فتصبح كم يا أبنائي تصبح لنا إثناني لأن هذه يمكن هنا قسمة على إثنان والقسمة على إثنان تصبح لنا إثنان إذن الطنجونت كم وجدناه وجدناه هو الإثنان ثم قال بعدما وجدنا الطنجونت هو الإثنان إذن نكتب هنا طنجونت الزاوية زاوية آ آم ب ذات الرأس آم يساوي إثنان نأتي إلى الشيء الآخر استنتاج لاحظوا واستنتج نكتب إذن استنتاج قيس الزاوية ما هي الزاوية أبنائي إذن الزاوية آ آم ب بالتدوير إلى الدرجة يعني لا نترك الفاصلة هذا هو المقصد هنا أبنائي لو نلاحظ جيدا ونأتي بالآل الحاسبة ونقوم ب دوزن دي فتعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا الزاوية آ آم ب ذات الرأس آم تصبح تساوي لنا كم؟ 63 ركزوا قل 63.4 درجة لكن هنا ندورها بما أن هذه القيمة أصغر من الخمسة فتصبح لنا ماذا يا أبنائي؟ تصبح تساوي كم؟ تصبح تساوي لنا 63 درجة لو كانت مثلا 63.7 لنجعلها 64 درجة يعني لا نترك الفاصيلة بالتدوير إلى الدرجة مع أنها لا تترك الفاصيلة قربها إما إلى الفوق أو إلى الأسفل بهذه البساطة المطلقة أبنائي ها قد قمنا بحل هذا التمرين وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى لكم أولا النجاح في هذه الشهادة كما لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية في صلواتكم وخلواتكم أبنائي وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته